نظم حزب الخضر المغربي بجراده دورة تكوينية لتشجيع المشاركة السياسية للنساء والشباب هذا اللقاء نظم بشراكة مع وزارة الداخلية وبدعم من صندوق الدعم المخصص لتشجيع تمثيلية النساء تحت شعار المشاركة السياسية للنساء والشباب شرط لنجاح أي مشروع تنموي جديد نريد من النساء أن تشارك وأن لا تكون كثلة نخبة فقط وإنما نريدها أن تكون في مراكز القرار لتعطي حتى هي آراءها في السياسة التنموية الجديدة الذي تحدث عنها محمد السادس في خطابه الآخر أننا نروم مشروع جديد بثقافة جديدة وبعمل جاد بين كل فئة المجتمع هذا اللقاء كما هو معروف هو الثاني بعد اللقاء العيون المنعقد في الأسبوع الماضي والذي نجح والذي عرف نجاحا باهضا وكبيرا يفوق توقعاتنا وتروم هذه الدورة التكوينية إلى زيادة الوعي السياسي للنساء والشباب وتعزيز حضورهم الفعال في المجالس المنتخبة على المستوى المحلي والجهوي والوطني إضافة إلى تقييم حضور النساء والشباب في الحياة السياسية الوطنية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر